ليلة التصديق على فوز بايدن لم تكن كباقي الليالي. أنصار ترامب دخلوا. اقتحموا. كسروا. وأخذوا السلفيات. وكسروا في عصيان رفضا لفوز بايدن. ووصلوا إلى كرسي رئيسة مجلس النواب. وسط مشاهدة درامية دامية صدمت العالم. الأمس كان من المفترض أن يجتمع نواب الكونغرس الأمريكي. للمصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة. لذلك توجه النواب إلى مبنى الكابيتول الكونغرس. لمناقشة الاعتراضات المقدمة من بعض الجمهوريين. ولإعلان أصوات المجمع الانتخابي. ولكن من أمام البيت الأبيض كان المشهد مختلفا. فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحدث إلى مؤيديه. الذي دعاهم للقائه هناك. مستمرا في ادعاءاته حول تزوير الانتخابات. وجه ترامب رسالة واضحة للحجد. وهو عدم القبول بنتائج الانتخابات. وحثهم على استرجاع البلاد على حد تعبيره. مستمرا في هذه المشهدات. ولبى مؤيدو ترامب نداءه وتوجهوا إلى مبنى القابطل الكونغرس الذي اجتمع به النواب لإعلان نتيجة الانتخابات هكذا بدأ المشهد بعد محاصرة المحتجين المبنى حيث نجحوا في اقتحامه والدخول بالمئات إلى قاعات المبنى لم يختلف المشهد الداخلي كثيرا عن الخارج فقد دخل المحتجون إلى أروقة الكابيتل وبدأت الاشتباكات بين رجال الشرطة المكلفين بحراسته مما أدى لمقتل أربعة أشخاص علق النواب جلستهم واحتموا من الداخلين إلى المبنى خوفا على سلامتهم من أعمال الشغم انتشرت عدد من الصور على مواقع التواصل من داخل الكونغرس وأظهرت التخريب الذي طال القاعات والمكاتب هذه الصورة لأحد المحتجين وهو يحمل منصة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي من أشد منتقدي الرئيس ترامب أما هذه الصورة من داخل مكتبها حيث اقتحمه أحد المحتجين وجلس بأرياحية على كرسيها وترك لها رسالة كتب عليها لن نتراجع حاولت الشرطة في البداية صد المحتجين في مشهد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لرجال الشرطة وهم يصوبون مسدساتهم إلى محتجين من خلف الأبواب الذين حاولوا إغلاقها بأثاث القاعات جو بايدن عبر عن أسفه لما يحدث وحمل الرئيس دونالد ترامب مسؤولية أعمال العنف التي طالت مركز الديمقراطية الأمريكي على حد وصفه داونا نتابع ما قاله الرئيس جو بايدن هذا ليس لديمقرات إنه محاولة إنه حاول إنه مرضان إنه يجب أن ينهي ويجب أن ينهي أنا أتبع على هذا المحاول أعطى أنه يملكناه والإنهائه والآن تحتاج إلى النموات المتحدة إلى جيدة وإنهاء أقام بالأمر حفظه وضعه وتقالικناس الأمر للنسبة لهذا أسمع على المتحدة لم أكنаботعاً لجميع الأمامات المتحدة الانتخابة الانتخابة الانتخابات المتابع العربي على ما يجري في واشنطن. دعونا نأخذ هذه التغريدة لغادة. غادة تقول سلام على الديمقراطية. على الديمقراطية سلام. أما هنا كندي أو كندي فله هذه التغريدة يكتب فيها. من الواضح أن ترامب يريد أن يدخل التاريخ. فدخله من باب الكونغرس ليصبح أول رئيس أمريكي يهاجم أنصاره مبنى الكونغرس الأمريكي. أما أكاد فله هذه التدوينة يكتب فيها. يقولون ترامب عصيان بالبيت الأبيض. وما يريد يطلع يا حمود. إيجار قديم يا عمي. أما توفيق فيغرد. لا فرقة بين العالم الثالث والعالم الأول. فيما يتعلق بالحشود المشحونة بالانفعال والغضب. مخطئ ترامب إذا ظن بأنه يمكنه أن يمسك الثورة الهائج من قرنيه. في إطار ردود الفعلة الدولية على المشاهد التي حدثت في الليلة الماضية. دعونا أخذكم إلى بعضا منها. الرئيس الفرنسي ماكرون وصف ما حدث بأنه ليس أمريكيا. والحكومة التركية دعت جميع الأطراف للتحلي بالحكمة. لنرى كيف كانت باقي ردود الفعل الدولية على اقتحام الكونغرس. ترجمة نانسي قنقر الديمقراطيون في اللجنة القضائية في مجلس النواب. كانوا قد طالبوا مايك بانس نائب ترامب بعزله. وفقا للمادة 25 في الدستور الأمريكي. يمكن عزل الرئيس في حالة عدم قدرته على القيام بمهامه. وهو يتطلب موافقة ثلثي النواب بعد السيطرة على الاحتجاجات. وفرض حظر للتجول. ووصل نواب الكونغرس جلستهم ليتم إعلان فوز الرئيس الجديد جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. بينما أعلن عدد من موظفية البيت الأبض استقالتهم. ووعد ترامب بانتقال منظم للسلطة في العشرين من يناير. ولكنه أكد أنه يختلف مع نتيجة الانتخابات. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.